السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا في كل مكان متابع قناة مستر احمد علي المصري يارب تكونوا بخير وفي اسعة حال الحقيقة في ناس كتيرة بيحبوا ويستفسروا وعايزين يعرفوا معلومات عن كلية الاداب بالاخص عن قسم جغرافيا طبعا قبل كده اتكلمنا عن كلية الاداب وعن الاقسام بتاعتها والحقيقة ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم بالتفصيل عن قسم جغرافيا في كلية الاداب ولو انت اول مرة تشاهد القناة شرفني بالاشتراك ودوس لايك وتنساش تفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد وتشاير الفيديو عشان غيرك يستفيد الحقيقة قبل ما تكلم عن قسم الجغرافيا في كلية الاداب حاببا بقول لحضراتكم حاجة هامة جدا ان شاء الله في فيديو قريب هتكلم فيه عن لصنس المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد تب يا ترى ايه هو هذا الليصانس واهميته ايه وكيفية التقديم فيه ازاي ويا ترى هو موجود في اي مكان بالزبط كل هذه التفاصيل انتظروني قريبا في فيديو قريب ان شاء الله حاببا يبنى في كل مكان ناس كتيرة طبعا زي ما قلنا كده بيسألوا وعايزين يعرفوا معلومات عن هذا القسم قسم الجغرافيا في كلية الاداب والحقيقة قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية فاعتبر هذا القسم من افضل اقسام كلية الاداب واقدمها من حيث الدراسة والمقررات الدراسية ومجالات العمل فعلم الجغرافيا عموما علم شيق وممتع ومتطور دائما ودراسة الجغرافيا بجميع فرحها مرتبطة بجميع جوانب الحياة القسم طبعا بيقبل جميع الطلاب انتظام او انتساب علمي او اداب مدة الدراسة في هذا القسم طبعا زي كلية الاداب زي بقية الاخسام اربع سنوات يوجد بالقسم شعبتين يبدأ التخصص بهم من الفرقة التالتة يعني سيادتك بتخش هذا القسم سنة اولى وسنة تانية ما فيش اي تخصصات ويبتدي التخصص من سنة تالتة والحقيقة موضوع التخصص اللي في سنة تالتة ده ممكن يختلف من جمعة الجمعة فعندنا مثلا جمعة حلوان كلية الاداب كسم الجغرافيا من سنة تالتة بيبتدي التشعب يعني بيبقى عندي تلات شعب شعب عامة شعبة الخرائط والمساحة شعبة نظم المعلومات الجغرافية عندنا مثلا جمعة المنصورة كلية الاداب كسم الجغرافيا عندنا شعبتين بس في سنة تالتة شعبة عامة ونظم المعلومات الجغرافية شعبة مساحة وخرائط ونظم معلومات جغرافية عندنا مثلا جمعة الاسكندرية عندنا شعبة جغرافيا ونظم معلومات جغرافية وشعبة خرائط ونظم معلومات جغرافية الحقيقة طبعا موضوع الشعب ده ممكن يختلف زي ما قلنا من جمعة الجمعة ممكن جمعة تزود شعبة او اكثر وممكن جمعة تلاقي لسه فيها هذه الشعب مش موجودة يبقى سيادتك عايز تخش هذا القسم يستحسن تسأل الأول لو انت عايز تخش شعبة معينة هي موجودة في الكلية ولا لا لو انت مثلا حابب تخش قسم مساحة او شعبة مساحة في قسم جغرافيا يبقى سيادتك لازم تبقى عارف ان الكلية دي فيها ولا لا لاحسن تخش الكلية دي وفي الاخر ما تلاقيش الشعبة اللي انت عايزها فطبعا الكليات زي ما قلنا مختلفة في كل مكان ضل تعرف بالضبط الشعب اللي موجودة في هذا القسم ايه وزي ما قلنا التخصص بيكون في سنة تالتة بس خلي بالك قسم مساحة وخرائط عايز عدد قليل يعني ما بياخدش كل الطلبة فسيادتك بياخد المتميزين فقط او اعلى المجامع فسيادتك لازم تكون جايب مجموع كبير وتأدير عالي في اولى وفي تانية وفي بعض المواد بالتحديد اللي بتحددها هذه الكلية بمعنى ايه بمعنى انا عندي في سنة اولى في مادتين مهمين جدا مبادئ مساحة ومبادئ خرائط لازم تكون جايب فيهم تأدير كويس جدا وفي سنة تانية في عندنا برضو مادتين مادة الخرائط الطبيعية وطبعا في مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية سيادتك لازم تكون برضو جايب فيهم تأدير عالي وممكن كمان الكلية تحدد بعض المواد الاخرى سيادتك لازم تكون جايب فيها تأدير عشان تقدر تخش قسم او شعبة مساحة وخرائط لما انت عايز تخش هذا القسم او هذه الشعبة يبقى لازم تكون متفوق وعارب برضو زم بيقولوا رأسك من رجليك وعارب بالزبط ايه هي المواد المؤهلة لهذا القسم اما عن مجالات عمل القسم منها طبعا ادارات التخطيط بدووين المحافظات شركات التعدين شركات المقاولات العامة التسجيل العقاري هيئات الموارد المائية والبيئية وممكن كمان تشتغل في مصلحة الارصاد الجوية في هيئات النقل والمواصلات في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصى في الملاحة الجوية والبحرية في شركات البترول في شركات الانشاء والتعمير في المساحة الجيولوجية في المساحة العسكرية في القوات المسلحة المصرية في جميع الوزارات المصرية في هيئة التنمية العمرانية في هيئة التنمية السياحية في الهيئة القومية لاستشعار عن بعد في التدريس وطبعا المجالات كتير الحقيقة هذا القسم قسم الجغرافية من الأقسام الهمة جدا زي ما قلنا في كلية الأداب سيادتك بقى ممكن تفكر فيه تبحث عن معلومات في مكان تاني أهم حاجة فكر كويس قبل ما تاخد القرار لأنك ان شاء الله تاخد القرار صح هتوصل للي انت عايزه وربنا يوفقك كل واحد ينول اللي يتمناه كان معكم مستر أحمد علي وانتظروني في فيديوهات جديدة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته